موسيقى أهلا ورحبا بكم مشاهدين الكرام أحييكم من العاصمة اللبنانية بيروت كان لكلمته في جامعة الدول العربية بخصوص سوريا صدا مدويا لم تنتهي تداعياته بعد فريق في لبنان رأى في وقوف ضيفي مع الدولة السورية الشرعية رأى فيه مشهدا جديدا ورط لبنان داخليا وخليجيا وبالتالي حسب ما قالوا يجب التسريع بأن يكون هناك ردة فعل لهذا الموضوع أو موقف جديد مغاير فريق آخر قال إن موقفه نابع من مواقفه التاريخية التي تنسجم مع ثوابت لبنان الوطنية وبالتالي تصب في مصلحة لبنان العليا هذا المشهد يلخص حال الأزمة السورية ويلخص تداعياته على انقساب العربي والعالم حول ما يتعلق بالأحداث السورية فكيف تأثر لبنان ويؤثر في أحداث السورية؟ ما هو عمق التشابك في الملفات بين البلدين في ظل مشاهد متناقضة نراها يوميا بعد عامين أو أكثر على الأزمة السورية هل تبين سياسة استراتيجية واضحة لمحور قديم جديد تحدث عنه سيد المقاومة فيما يتعلق بالتشابك بين حزب الله وسوريا وإيران؟ أم أن ذلك زاد الموضوع تعقيدا؟ البروز الواضح لإسرائيل فيما يتعلق بمنظومات الدفاع السورية وصواريخها والحديث مرارا وتكرارا في الأونة الأخيرة عن أسلحة سورية كيميائية مزعومة ما هو الدور الأمريكي؟ وما هو سقف هذا الدور؟ وإن فتح السقف أين هو مناور البحرين الأسود والأبيض؟ وفق كل التحركات السياسية التي نراها يبقى وقع الأحداث الميدانية أكبر وأكثر دويا من هذه التحركات السياسية بعد عامين أو أكثر سوريا إلى أين؟ معي وزير الخارجية اللبنانية السيد عبنان منصور أهلا ورحبا بك مع علي الوزير أهلا ورحبا بك إذن تعودنا دائما منذ سنة أو أكثر في كل مرحلة أن نتحدث عن طبيعة المرحلة التي وصلت إليها الأحداث في سوريا الآن ما الذي يميزها؟ هل وصلت إلى مفترق طرق يجب الاختيار بسرعة؟ أم أن الأمور لم تتضح بعد؟ نحن منذ اندلاع الأحداث في سوريا كنا نراقب الوضع عن كثب على اعتبار أن سوريا هي قلب المنطقة والنبط الحي وسوريا هي البوصلة والمؤشر لأحداث والتاريخ لذلك كنا معنيون بما يجري في هذا البلد شقيق اليوم ما يجري في سوريا منذ عامين حتى اليوم يرسم خريطة للمستقبل خريطة ربما أراد البعض أن يجعل من سوريا محطة أو مفترق طريق لأحداث ولمواقف لم تعد لسوريا الحق أن تختار كما كانت تختار قبل بمعنى أنهم يريدون من سوريا أن تنحرف عن الطريق الذي رسمته منذ عقود طويلة وهو الموقف الوطني القومي العربي فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي فيما يتعلق بالوقوف في وجه الهيمنة والتسلط الخارجي في وجه من يريدون إخضاع المنطقة للمصالح الدولية كانت سوريا تلعب الدور الوطني الذي يوفر الحرية والاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي بعيدا عن تبعية ربما هذا لم يرق للقوة التي تريد لهذه المنطقة أن يكون لها توجه غير التوجه التي ستنسلكم طبعا ننزل اليوم الأول نحن بالنسبة لسوريا لبنان اتخذ موقفا سياسيا يتجسد فيه موقف نائب النفس ولكن موقف نائب النفس أو سياسة نائب النفس لا تعني أننا غير معنيين بما يجري في سوريا ولا تعني أننا بعيدين عن ما يجري من أحداث ولا يعني أننا نحن بعيدين كل البعد عن أتون الصراع الجاري لذلك قلنا أن ما يجري في سوريا له تداعيات خطيرة على الساحة السورية وعلى دول الجوار وعلى المنطقة وعلى العالم لذلك نحن طالبنا بأن تنقى لسنا ينقى لبنان عن نفسه وإنما تنقى دول أخرى عن التدخل في الشأن السوري وقلنا أنزل كان نريد فعلا تحقيق الاستقرار تحقيق الأمن لسوريا فعلينا أن نساعد سوريا دولة وشعبا على الحوار بين كافة الأفريقاء من أجل إيجاد حل سليم يجنب سوريا المخاطر والأحوال ولا يدخلها في صراع يمتد إلى سنوات ويأكل الأخضر اليابس وصلنا لمرحلة ممكن أن نقول أنه ممكن أن تعود سوريا إلى دورها أولا وثانيا البعض يقول بأنه على الرغم ما يجري في الأحداث السورية إلا أنه لم حتى تنقى الأحداث بنفسها وحضرتك قلت أنه نريد أن تنقى الأحداث السورية بنفسها عن لبنان لم تنقى هذه الأحداث في اليوم كيف طبيعة العلاقة؟ صحيح بحكم الجوار بحكم التاريخ بحكم العلاقة الجغرافية بحكم ترابط الشعوب المنطقة ببعضها البعض سوريا الأردن لبنان فلسطين العراق لا نستطيع أن نقول أن ما يجري في سوريا هو بعيد عن الساحة المشرقية نحن نقين بأنفسنا سياسيا عن الساحة في سوريا ولكن هل تداعيات الأحداث في سوريا نأت بنفسها عن الساحة اللبنانية والأردنية والعراقية؟ أبدا اليوم بعد العمليات العسكرية والاختتال الداخلي كان هناك عمليات نزوح كبيرة إلى لبنان إلى الأردن وإلى العراق وإلى دول عربية أخرى لذلك نحن لسنا بعيدين عن هذه الحالة يعني الأخوة السوريين الذين أتوا إلى لبنان نحن معنيين بهم يعني علينا أن نتعاطى معهم تعاطى الشقيق مع شقيقه ولكن وجود الأخوة السوريين في لبنان يشكل أعباء ليس فقط عليهم وإنما على لبنان بحكم المتطلبات التي بحاجة إليها المتطلبات الآنية العاجلة من إيواء من طبابة من تعليم من عمل إلى آخرين لذلك نحن بهذه الحالة نعتبر أنفسنا أننا بجانب الشعب السوري بجانب الأشقاء السوريين العمل في أقرب وقت لإيجاد حل للخروج من هذه المحنة التي تمر بها سوريا منذ عامين لكن ملف النازحين استعمل أكثر من مرة وفي أكثر من طريقة آخر مرة كان الحديث في مجلس الأمن تحديدا أن يكون هناك وفد من مجلس الأمن يأتي لزيارة النازحين أو للوضع على ظروفهم في لبنان وفي الأردن قوبل برفض روسي واشترت الروس أن يكون هناك زيارة لهذا الوفد للأراضي الفلسطينية أولا لماذا هذا التخوف الروسي من زيارة هذا الوفد الأممي إنجاز التعبير وثانيا كيف يمكن أن توظف ورقة النازحين فيما بعد البعض يتخوف من استخدامهم على الشروط الحدودي أو على الشريط الحدودي لمرحلة قادمة يوم أمام مسألة النازحين مسألة إنسانية بحتها إذا ما أراد البعض أن يسيس هذه المسألة فإنه يذهب بالملف لمدى بعيد لا يخدم قضية النازحين ولا يخدم سوريا ولا يخدم وحدة سوريا نحن منذ البداية عندما لاجأ إلى لبنان أتى إلى لبنان أعداد كبيرة من الأقوى السوريين طلبنا من جامعة العربية إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع عندما ذهبنا إلى الجامعة العربية في القاهرة كان عدد النازحين بحدود 130 ألف والجامعة العربية أقرت مبدأ المساعدة للبنان من أجل القيام بما يحتاجه لمواجهة هذه الأعداد وبعد أقل من 17 يوم عقد اجتماع آخر في الكويت على مستوى الدول القمة المانحة لنازحين وذهبنا إلى الكويت وكان العدد رتفع إلى 160 ألف نازح اليوم العدد يتجاوز 450 ألف عندما كان العدد في لبنان وفي تركيا وفي سوريا والعراق بعدد معين أقر المؤتمر القمة للدول المانحة مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار وهذا المبلغ ذهب إلى ربما جزء منه إلى المنظمات الدولية المتعلقة بأمور النازحين ولكن طبعا هذا المبلغ عندما رصد كان يعبر عن حاجة معينة من النازحين عن عدد معين ولكن اليوم عندما تضاعف العدد أو تجاوز العدد أكثر بذلك بقسير فإن ما أقر في مؤتمر دولي في الكويت لم يعد كافيا أبدا ولا يلبي الاحتياج أقر لكن وصل هناك جزء وصل وصل للمنظمات الإنسانية المنظمات الدولية التي تقوم بهذا ولكن اليوم أستطيع أن أقول المجتمع الدولي لازال حتى اللحظة مقصرا لازال مقصرا لأنه لم يلبي احتياجات فعلا كامل احتياجات النازحين ولا حتى 60% أو 70% نحن اليوم في العالم نسمع من هنا ومن هناك أنه ضرورة مساعدة النازحين وضرورة تقديم العون وهناك ضجة حول ذلك وهم منهم من يقولون لإنشاء مخيمات داخل الدول الموجودة فيها النازحين أو على الحدود أو إذا كان فعلا هناك من يريد مساعدة النازحين على المجتمع الدولي العمل في الدرجة الأولى على وقف إطلاق النار في سوريا على المجتمع الدولي أن يعمل على وقف الاقتتال أن يساعد كافة الأفريقاء على إيجاد الحل السلمي كيف يمكن أن أعمل على إيجاد الحلول للاجئين في الوقت الذي أرسل فيه السلاح والأموال إلى سوريا إلى الداخل السوري من أجل الاقتتال كيف يمكن أن أساعد بيد أقدم مساعدات إنسانية بيد اليمين وباليد اليسرى أقدم السلاح والمال لمصلحة من التدخل في الشأن السوري هل يصب فعلا فيه مصلحة الشعب السوري لا أتصور ذلك أنا رح أرجع أو أقول من هي الدول المسؤولة عن ذلك ولماذا ولكن لأنه ملف النازحين أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع العديد من التقارير آخر فترة تحدثت أن الحل النهائي للنازحين لن يطرأ الآن ولن يضع على طاولة الكبار الآن لأنه ممكن استخدامه فيما بعد فيما يتعلق بمناطق عازلة ومن ثم إن أنشئت هذه المناطق تكون سببا كافيا لتدخل من نوع ما مباشر أو غير مباشر في سوريا ممكن أن تنطبق هذه الفكرة على واقع الحال أو ممكن تأجيل النظر في هذه الأمور لوضع هؤلاء الذين يعتبرون هم وقود بطبيعة الحال لذلك أنا قلت إذا كنا نريد أن نقدم المساعدة الإنسانية للنازحين السوريين يجب على هذه المساعدة أن لا تخضع للشروط السياسية أو لهدف سياسي معين ولكنها خاضعة أسيس الملف علينا أن نعمل على الناحية الإنسانية فقط ولكن أن أسيس الملف النازحين أو أتكلم عن مخيمات للنازحين ومن سما خلق فيما بعد مناطق عازلة هذا يعني على المدى البعيد أني أريد أن أتدخل في الشأن السوري وأمهد الطريق أمام منطقة عازلة وربما أمام تدخل عسكري وإرسال السلاح بشكل مكشور هذا ما لا نريد ولا نتمنى لسوريا أمام هذه المشكلة الإنسانية فلنتعاط مع هذه المشكلة الإنسانية بصورة السليمة الواضحة دون تحوير ودون أهداف بعيدة لتصب في مصلحة وحدة سوريا وأمن شعبها والسقر في أحصائيات حكومية لبنانية عن عدد النازحين العدد النازحين اليوم المسجلين بحوالي 450 ألف ولكن تعرفي على الأراضي اللبنانية اليوم يوجد حوالي مليون من الأشقاء السوريين هؤلاء يعملون بصورة طبيعية على الأراضي اللبنانية وأصلاً كانوا موجودين هنا في لبنان وهم يمارسون عملهم الطبيعي أما عدد النازحين فهو بحدود 450 ألف حتى اللحظة الفعلي حسب أحصائيات حكومية لبنانية طبعا 450 ألف لأن بعض الجهات تتحدث عن أكبر من عدد 450 ألف هذا يتعلق بالعمليات العسكرية حسب ما يأتي إلى لبنان يومياً من نازحين وهذا رقم هو تقريباً في تصنيف يعني بعض الفرقاء اللبنانيين جزة التعبير بصحفهم أو وسائل الإعلام تتحدث عن ثلاث مستويات من التصنيف بعضهم ميسور الحال البعض الآخر الطبقة المتوسطة التي تعمل أو أتت إلى عند الأقارب والثالث وهو الأكثر هم الفارون الذين حملوا سلاح في سوريا وأتوا خاصة إلى المناطق الحدودية هل هذا التصنيف موجود؟ صحيح يعني ليس كل النازحين ينتمون إلى شريحة اجتماعية واحدة هناك طبعا الموسر هناك من يتدبر أمره من يستطيع أن يعيش يتكيف مع وضعه الاجتماعي وهناك أيضا من لجأ وهو بحاجة إلى المساعدة التفاوت الاجتماعي بين الطبقات موجودة داخل المجتمع النازحين السوريين هذا أمر طبيعي وأيضا هناك من هرب من المعارك أو شارك بالمعارك وفر إلى لبنان وأيضا موجود على الساحة اليوم لفت انتباهي في أحد الصحف اللبنانية أنه في دعوات للقتال لم يعني تبقى ضمن الجوامع بل خرجت إلى الخارج ومنها في ترابلوس هناك طاولات وهناك يجلس أحد الشيوخ ليسجل المتطوعين الذين يريدون القتال في سوريا أين الدولة اللبنانية؟ طبعا الدولة اللبنانية لا تشجع هكذا عمل الدولة اللبنانية كما قلت منذ اللحظة الأولى نأت بنفسها لا نريد التدخل في الشأن السوري الشأن السوري يعالجه أبناءه الشأن السوري يتعلق بالسوريين أنفسه وليس بالآخرين لذلك نحن ضد هذا التدخل ولا نقبل بأي صورة من الصور أن يلجأ أفراد لبنانيون للعمل أو للمشاركة في عمليات التسلح أو المشاركة في الداخل السوري ولكنها تجري يعني عم نشوف صورة شفنا أحد الأشخاص أحمد الأسير في القصير في صوت وصورة مع بندقية إلى ما هناك أو حتى دعوات للمشاركة اليوم ضمن ما يذكر عن دعوات لتجنيد مقاتلين أصبحت أيضا أمر واقع اليوم من الذي يستطيع أن يبسط سيطرته على ذلك سمعنا أن الأهالي غير راضيين عن هذه النقطة يريدون حل سريع إذا كان من الدولة أو إذا كان من دار الإفتاء لمن يتوجه هؤلاء لمنع التغرير بأولادهم أو على الأقل لمنع الذهاب لأولادهم هناك بعض الأشخاص أو بعض النافذين على الساحة اللبنانية المتواجدين قرب الحدود السورية من يروجون لشعارات متطرفة من يحسون بعض الأفراد للجوء إلى عمل عسكري ما داخل الأراضي السورية ولكن أؤكد لك أن الدولة اللبنانية لا تقبل وأيضا أن الجيش اللبناني خاصة في الأولة الأخيرة بسط نفوزه على كامل الحدود اللبنانية السورية وهو في الوقت الحاضر يستخدم كل الوسائل من أجل منع مسلحين الدخول إلى الأراضي السورية من وإلى ويمنع بالتالي إرسال السلاح أو تسلل أو عملية التهريمة لا تقبل الدولة اللبنانية مطلقا أن يزج أي فرد من اللبنانيين أنفسهم في المعارك الدائرة في سوريا بنفس الوقت أيضا بعض من أعضاء الجيش الحر الذين يتحدثون عن أن هذا منفذ مهم لهم في دخول السلاح إلى سوريا لا يريدون أن يغلق هذا المنفذ ويريدون أن يكون هناك تأثير حتى على قرار الحكومة أو على قرار الجيش من طبيعة الحال عم يصير في تسلل وعم يصير في تهريب السلاح بطرق أو بأخرى يعني ليس هناك من دولة في العالم سأكون واضحا ليس هناك من دولة في العالم تستطيع أن تضبط حدودها مئة في المئة هذا شيء أكيد ولكن فرق أن يكون هناك تسريب واحد في المئة أو اثنين في المئة وفرق أن الدولة تسمح بفتح الحدود للجميع وجعل ممر للداخل وللخارج الدولة اللبنانية في هذا المجال تمارس أقصى درجات ضبط الحدود وأيضا رقابة المكثفة من قبل قوة المسلحة وقوة الأمنية الأخرى في الوقت الحاضر رقابة شديدة على الحدود لا نقبل الجيش اللبناني لن يقبل بتسلل مقاتلين من وإلى سوريا وأتصور في الأمنية الأخيرة كأن هناك ضبط بشكل شديد جدا ونريد تجنيب لبنان المشاكل الجارية داخل سوريا معالي الوزير يتحدث آخرون أو أطراف في المعارضة السورية وحتى تيارات وقوة سياسية في قوى الرابع عشر من أذار في لبنان عن أن حزب الله تدخل بشكل أو بآخر فيما يجري في سوريا وجاء ذلك على لسان السيد حسن نصر الله فيما يتعلق تحديدا بمنطقة القصير البعض قال أنه هون شوفوا هون شو عام يسير لأننا رح ندخل من طرف آخر أيضا هناك فرط لماذا أولا حزب الله لا يقاتل في دير الزور لا يقاتل في حلب ولا يقاتل في عمص ولا يقاتل في دمشق ولا في درعة كل ما هناك أن هناك قرى لبنانية وأهليها لبنانيون يسكنون في قرى لبنانية موجودة داخل الأرض السورية ثم تعرفون جيدا أن هذه القرى نتواجد عليها لبنانيون موجودون في منطقة كان يسيطر عليها المسلحون وهؤلاء اللبنانيون تعرضوا للمضايقات لعمليات قصف لعمليات قنص استنجدوا على اعتبار أنه في ذلك الوقت الجيش النظامي السوري كان بعيدا عن هذه المنطقة قبل تنظيفها منذ يومين منطقة القصير يعني ريف القصير استنجد هؤلاء اللبنانيون بإخوانهم لم يبقى على الساحة إلا إخوانهم اللبنانيين حزب الله أرسل عناصر من أجل نجدة هؤلاء في القرى التي يوجد فيها اللبنانيون ولكن تطقيب المسألة بهذا الشكل بحيث يقال أن حزب الله يشارك بالعمليات العسكرية يعني نحن عندما نقول ذلك يعني ننتقس من قدرة وقيمة الجيش السوري العربي الجيش السوري جيش قوي الجيش السوري جيش من 25 جيش في العالم الأول 25 جيش في العالم جيش فيه 400 الجندي فيه من الاحتياط أكثر من 300 ألف وبالتالي الجيش العربي السوري هو الذي يستطيع أن يقوم بما يفرض عليه الواجب ولكن أن يقال أن حزب الله يشارك بالعمليات العسكرية بجانب الجيش السوري حتى أن هناك من يريد أن يقول أن الجيش السوري قابع على جنب ويقوم بالعمليات لا هذا لا يجب كل ما هناك وقال وكان صريح سماحة السيد نصر الله كان صريحا عندما قال أن العناصر موجودة للدفاع عن الأهالي اللبنانيين عن اللبنانيين المتواجدين في قرى داخل الأراضي السورية ولكن لم يشاركوا في المعارك ليس هناك من مقاتل في دير الزور أو في حلب أو في حمص أو في المناطق الساخنة نرى أو نقرأ سياسيا تحليلات ما قام به حزب الله وبالتالي ما يقوم به أيضا الجيش العربي السوري ربما هناك مقاربة أريد رأي حضرتك معالي الوزير بها من يقول أن وجود حزب الله في الناحية اللبنانية للدفاع عن القرى اللبنانية المتداخلة مع الجغرافية السورية وهجوم الجيش العربي السوري أيضا في مناطق أخرى ربما قرئ بأنه هو هجوم وليس دفاع على عكس التكتيك الذي كان يتبع الجيش العربي السوري بالدفاع أو ربما كر وفر الآن في عمليات هجوم هل تقرأ بالتداعيات السياسية هل في أحد استقرأ المرحلة القادمة وأصبح هذا التحرك أريد أن نوضح شيء وهو أن العمليات الجارية في سوريا ترتبت مباشرة بالجيش العربي السوري هناك مهمة لهذا الجيش يؤديها على الساحة بمعزل أن كان هناك عناصر من حزب الله متواجدين في قرى لبنانية لإتفاع الأهلي اليوم الجيش السوري له مهمة يؤديها وهو مستمر بها منذ سنتين وحتى اليوم إذا كان هناك من تغيرات على الساحة في منطقة القصير في الأيام الأخيرة والتي أحدثت لابد من تغيرات ميدانية تغيرات مهمة على الأرض هذا لا يعني أن حزب الله ترابط مع هذه العمليات أو مع هذه المتغيرات التي جارت على الأرض ولكن المهمة ليست في نهايتها المهمة مستمرة من قبل الجيش السوري وهو سيستمر في أداء عمله من أجل تحقيق الهدف الذي يريده ما قصدته بسؤالي أن الجيش العربي السوري في مناطق أخرى يقوم بعمليات الهجوم بتغيير للتكتيك الذي كان يعتمد في بعض الحالات على الدفاع أو على تطهير بعض المناطق أو على دخول مناطق فقط كر وفر اليوم نرى حسب التقارير العسكرية أيضا أنه لا في عمليات هجوم بالتالي هل ممكن أن نقرأ المرحلة القادمة بانتقال من الدفاع إلى هجوم كاستناد على حالة سياسية معينة تجري؟ الحالة العسكرية هي التي تماهد للحالة السياسية وليس العكس يعني اليوم ما يقوم به الجيش السوري على الساحة في الميدان هو فعلا عملية هجوم ولكن عملية لاستعاد الأرض التي خسرها عملية لإعادة استدباب الأمن لإعادة سيطرة الدولة على المساحات التي فقدها هذه مسألة يعني عسكرية بحتة ترتبط بالجيش السوري ولا يستطيع طبعا القيادة السورية الاستمرار بعملية الكر والفر يعني طبعا التكتيك تغير والاستراتيجية الآن تغيرت في السنوات في السنتين الماضيتين أو في الأشهر السابقة كانت العمليات العسكرية تجري في مكانها كر وفر ولكن اليوم نرى أن تغيرات أصبحت نوعية على الأرض وأن الجيش يستعيد المناطق التي فقدها شيئا فشيئا وهو على ما يبدو مستمر في هذا العمل هذا ما دفع بعض أطراف المعارضة السورية للحديث مبارح وليوم عن أن سوريا كما يقولون تتحول إلى مستعمرة إيرانية سموها بمساندة حزب الله يعني شوف على الساحة السورية أو حتى على الساحة الدولية هناك مع وهناك ضد من هو مع يفسر الأمور أنه بالمنظر الذي يراه ومن هو ضد يقول أن هناك تدخل إيراني لبناني عن طريق المقاومة سوري لا اليوم الأحداث التي جرت في سوريا والتي تجري في سوريا لم تعد محصورة بساحة سياسية طيب عندما أتكلم عن دخول الأموال والسلاح من الخارج مواقف الدول الغربية واضحة المواقف التي اتخذتها أوروبا أو التي اتخذتها دول عديدة في العالم مناوئة للنظام السوري وضد القيادة السورية كيف أفسر ذلك؟ ألا أفسر هذا موقفا واضحا ضد النظام؟ أيضا هناك دول مؤيدة ودائمة للنظام ترتبط به بأهداف معينة باستراتيجية معينة برؤية معينة ولكن لا أقول اليوم أنه هناك تدقل إيراني في شأن السوري وكأن إيران هي التي تدير المعاركة أعود وأكرر وأقول أن لسوريا جيش قوي وهذا الجيش هو الذي يوفر الحماية للبلد وهو الذي يتولى المهمة في الدفاع عن سوريا ولكن ربط المسألة السورية بدولة أو بدولتين فهذا لا أتصور شيء يعكس الحقيقة والواقع خلينا نفتح ملف الجامعة العربية اللي من وقت الاجتماع الشهير في مجلس وزراء الخارجي العرب في القاهرة حتى اللحظة لم تهدأ تداعياته حتى هذه الثانية اليوم عندما تحدث في ذلك الاجتماع عن ضرورة مساعدة ومساندة سوريا بوقف إرسال السلاح ووقف إطلاق النار ومساعدة الشعب السوري وسوريا قامت الدنيا ولم تقعد البعض قال بأن هذا خطأ ارتكبه لبنان في الجامعة ومنهم في الحكومة أساسا وعلى رأسها والبعض قال لا هذا يخضم مصلحة لبنان ويصب في المصلحة القومية العليا لها ما الذي جرى؟ الحقيقة يعني ما قلته في الجامعة العربية هو عن قناعة كاملة نحن نأينا بأنفسنا عن الساحة السورية عن ساحة الصراع في سوريا ولكن هذا لا يعني أن سياسة النائبة النفس تجعلنا نغض الطرفة عما يجري فعلا على الأرض قلت منذ اللحظة الأولى ما الذي نريده من سوريا منذ أن اندلعت الأحداث في سوريا وكان الكلام موجه للأخوة العربي هل نريد الإطاحة بالنظام؟ هل نريد أخذ الملف السوري إلى الأمم المتحدة؟ هل نريد تدويل القضية السورية؟ هل نريد التدقل في الشأن السوري؟ قالوا لا حسن ولكن مع الاجتماعات المتتالية والقرارات التي كانت تأخذ مع كل اجتماع ضد سوريا كنا نتوقف فعلا أمام ظاهرة كانت تقلقنا وكانت تخيفنا خاصة وأن التعاطي كان مع دولتين هي مؤسسة للجامعة العربية ضمن الدول المؤسسة للجامعة العربية لأنه لا يمكن أن نتصور جامعة عربية بدون سوريا ولا يمكن أن نتصور لعمل عربي مشترك من دون سوريا ولا نتصور لأي عمل قومي عربي من دون سوريا لذلك في الاجتماع الأخير عندما اتخذت القرارات تلوى القرارات ووصلنا للقرار الأخير في البند السائلث من القرار لتقذرته الجامعة العربية يقول علينا في نفس القرار العمل على إيجاد الحل السياسي تكبلا وإتاحة الفرصة لكل دولة لها الحرية أن تقدم المساعدات للمعارضة وحتى السلاح يعني المساعدات العسكرية كيف يمكن في فقرة واحدة أن أتكلم عن حل سياسي وأسمح للدول بالتدخل وإرسال السلاح وكل أنواع المساعدات من مدى كيف يمكن أن أوفق بين الحل السياسي وبين الدعم العسكري هذا نقيد هذا نقيد قلت في الجامعة العربية بعد خمسة عشرة اجتماعا قرارات تلو القرارات كانت تصدر على الجامعة وذلك كله من أجل السلام والاستقرار وتحقيق الأمن في سوريا تسألت هل بعد خمسة عشرة اجتماعا هل توفر الاستقرار والأمن في سوريا على العكس دورة العنف استمرت ولم تتوقف ولذلك نحن نناشد الجامعة العربية قلت أن تعيد سوريا إلى حضن الجامعة على سوريا أن تعود إلى حضن الجامعة العربية وإجراء الاتصالات مع كافة الأفريقاء مع النظام والمعارضة مع كافة الأفريقاء من أجل إيجاد الحل السياسي السليم من أجل أخراج سوريا من أتون دورة العرب قامت القيامة ولم تقوم ما الذي قلته هل إذا قلت أن تعود سوريا إلى حضن الجامعة تعود إلى حضن جامعتها العربية وهي سوريا المؤسس لهذه الجامعة إذا كنا نحن نتوقف أمام رفض عودة سوريا طيب ما الذي يقل للعمل العربي المشرك هل خروج سوريا أو إبقاء سوريا خارج الجامعة العربية يخدم العمل العربي المشرك اليوم أتصور أن الجامعة العربية في مأزق على الجامعة العربية أن تحل كانت المشكلة منذ البداية ولم تستطع رغم كل القرارات رغم كل الدعم الذي توفر من هنا و هناك لفريق من الأفريقاء على الساحة السورية تخلينا عن دورنا وذهبنا إلى الأمم المتحدة وكلف بنكيمون من قبل أمين عام ولم يحقق نتيجة والآن الدبلوماسي المخضر الأخضر الإبراهيم وهو كمان أمان مأزق لإيجاد الحد هو يقول أنه لن يستمر أنه وصل لقناعة بأنه يستقيل ما الذي يؤثر وهو أن هل استطاعت الجامعة العربية أن تحقق من خلال اجتماعاتها المتواصلة ما أراد التحقيقه الآن يحملون مسؤولية للنظام في سويا علينا أن نقول أننا فشلنا ولم نصع لأن كيف يمكن بقرار مثل هكذا قرار بالبند الثالث من القرار الأخير أن أتحدث في نفس الوقت عن الحل السياسي وأن أرسل السلاح والمال كيف يمكن للشيء أن يكون هو ذاته وهو غيره في أن المعامل برصة صغيرة لذلك الأزمة مستمرها نحن نتحمل المسؤولية الكبيرة نحن كعرب نتحمل المسؤولية الكبيرة تجاه شعوبنا العربية وتجاه أيضا الشعب السوري الشقيق مسؤوليتنا كبيرة علينا أن نوقف دورة العنف العنف لا يجر إلا العنف ودورة الموت لا تجر إلا الموت لذلك يجب وقف أرسال السلاح لمن يتوجه هذا الكلام؟ هذا الكلام يتوجه للدول التي تزود فريق ضد فريق هذا الكلام في هذا الشهر سيكون هناك اجتماع لبحث موضوع الأمبرغو أنه إذا رفع الحصر عن رسال السلاح لسوريا وهذه مسألة خطيرة ونحن في لقاءاتنا مع المسؤولين الغربيين دائما نتحدث وأن الموضوع السوري في أولى اهتماماتهم نقول دائما إذا فعلا نريد الاستقرار والأمن في سوريا ونريد الاستقرار والأمن في المنطقة علينا أن نوقف دورة العنف ما الذي تريده الجامعة العربية أن يحصل في سوريا خاصة وأن نرأينا الإتلاف أخذ هذا المقعد وبالتالي ممكن أن نرى حسب هذه الوجود أن نرى معارضات أخرى تجلس مكان دول لكن لو سمحت لي بعد هذا الفاصل المشاهدين الكيرام فاصل ونعود إلى حوارنا مع معالي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عدنان منصور ولد في برج البراجنة بلبنان عام 1946 حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة اليسوعية تنقل بين مديريات الشؤون السياسية والقنصلية والشؤون الاقتصادية وفي أهم محطات حياته عمل في مديرية الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية عام 1974 ومنها عمل قائماً بأعمال السفارة اللبنانية وقنصلاً في الخرطوم ومن بعدها مستشاراً للسفارة في أثنى وقنصلاً عاماً للبنان في ولاية فيكتوريا بأستراليا وقنصلاً عاماً في الإسكندرية في مصر عين سفيراً للبنان فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى كانشاسا في الكونغو الديمقراطية وفي الفترة ما بين عامي 1994 و1999 تم تعينه مديراً للرموز والاتصالات في وزارة الخارجية من بعدها في العام 1995 وحتى العام 2007 عين سفيراً مطلقة الصلاحية لدى الجمهورية الإسلامية في إيران وشغل منصب سفير لبنان في بروكسل واللوكسنبورغ ولدى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2010 عين وزيراً للخارجية في لبنان في حزيران العام 2011 منصور متهم من قبل قوى الرابع عشر من آذار بتهمة العمالة للحكومة السورية بسبب دعوته الجامعة العربية إلى التراجع عن قرار تعليق عضوية سوريا فيها في السادس من آذار عام 2013 خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب قائلاً لنعمل على إيجاد حل متوازن مشرف يخرج سوريا من أتوني الحرب ولنعد سوريا إلى حضن جامعتها العربية فلنعد سوريا إلى حضن جامعتها العربية ولنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا فالتواصل مع سوريا لإنفاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي وتعليقاً منه على الانتهاكات التي يقوم بها الطيران الإسرائيلي لأجواء لبنان مؤخراً أدان منصور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الانتهاكات المستمرة قائلاً إن هذه الانتهاكات لن تغير شيئاً من الطبيعة العدوانية التي اعتادت إسرائيل عليها منذ قيامها وحتى اليوم ضد لبنان لبرنامج شرائك قناة سما الفضائية حيدر مصطفى أهلاً ومرحباً بكم من جديد مشاهدين الكرام عبر تلفزيون سما إذن كان السؤال معالي الوزير فيما يتعلق بما هو الهدف من وراء ما جار في الجامعة العربية ما الذي تريد أن تحققه في سوريا هذا أولاً وثانياً هل يمكن أن نرى كعرف دبلوماسي في المستقبل القريب وجود معارضات تجلس مكان رؤساء أو مكان مقعد لشعب عربي معين؟ سأكون صريحاً اليوم الجامعة العربية عندما اتخذت قراراتها ضد سوريا المتعلقة بسوريا ظنت أن من خلال هذه القرارات تستطيع أن تنهي حالة النزاع وتستطيع أن توفر الاستقرار والأمل في سوريا وهذا لم يتحقق حتى اللحظة ما اتخذ من قرارات في تصوري لا ينسجم مع دستور الجامعة العربية وأنا قلت صراحة في هذا الشأن ووجهت كلامي لمعالي الأمير العرب هل ما اتخذ من قرار ينسجم مع ميساق الجامعة العربية لا سيما المادة الثامنة والمادة الثامنة عشر طبعاً القرار لا ينسج لأن أي قرار يجب أن يحوز على موافقة إجماع كافة الدول العربية 22 دولة عربية إذا كان هناك دولة بنفسها ودولتان تتحفظان على القرار ومع ذلك القرار تخز المسألة ليست مسألة اتخاذ القرار المسألة هل استطاعت الجامعة العربية فعلاً أن تحقق الذي أردته أن توفير السلام والإستقرار طبعاً لا نستطيع أن نقول حتى اللحظة أبداً والدليل أننا ذهبنا للآخرين من أجل إيجاد هذا عندما نجد أن جامعة عربية تمثل 22 دولة عربية لم تستطع أن تحقق ما هو مطلوب منها لأن اليوم الجامعة العربية التي تحتضن 22 دولة عربية يجب أن تعمل شيء ما من أجل فعلاً تجنب الذهاب تجنب تدويل القضية تجنب تدخل الدول الفاعلة في العالم في الشأن السوء وهذا لم يحصل الذي حصل أننا فشلنا الذي حصل أن دول الكبرى تريد أن تتجازد القضية المسألة الأوضاع في سوريا تريد كل دولة أن تنظر من قياسها الخاص ومنظارها الخاص وهذا يدخل سوريا في نفق طويل مشهول بالتالي عندما تتحدث بهذا الموضوع وهذه الصراحة ممكن أن نرى أيضاً بكرة نرى حدا مسؤول قاعد مكان مقعد الجزائري المغربي التونسي هذا أولاً وثانياً يعني بكل صراحة ما هو المزاج العام لدى وزراء الخارجية العرب يعني هل هم مجبرون أم هي قناعات في تصوري لقد اتخذت الجامعة العربية سابقة خطيرة سابقة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك وأتصور أن إخراج سوريا من مقهد الجامعة العربية لا يخدم العمل العربي المشتركة أبداً ولا يخدم القضية العربية ككل ولا يخدم روحة إجماع العرب نحن كنا لأول مرة الجامعة العربية تجد نفسها أمام وضع يعني هناك فعلاً من لم يريد أن نصل إلى ما وصلنا إليه وأقول هو صراحة مثل مين يعني لا أريد أن أسمي ولا أريد أن أقول يعني عندما انتهينا من الاجتماعات هناك الكثير من قال لي لقد قلت ما لم نستطع أن نقولهم لماذا لم يستطيعوا؟ هذا شأنهم لا أريد أن أدخل بالتفاصيل ولكن كنت فعلاً متأثراً يعني حتى بعد اجتماعات الجامعة العربية وفي أماكن أخرى كنا نلتقي بأعضاء وفود وكانوا يقولون لي لقد عبرت عن ما نستطيع أن نعبر عنه وقد قلت كنت صريحاً أكثر منه طيب هذا الكلام يعني ماذا؟ هذا الكلام يعني أنه فعلاً فيهناك خلل ما داخل العمل العربي المشاركي ولا أريد أن أذكر أسماء هناك العددين حتى داخل الجارة غير مقتنعين باللسي جارة غالبية أم أم بعضاً؟ نحن نريد الحفاظ على وحدة كل دولة عربية نريد الحفاظ على تماسك كل مجتمع عربي نحن لا نريد أن نتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد عربي كان وكيف الحال إذا كان بلد عربي شقيق شقيقة سوريا؟ نحن عندما ننظر اليوم إلى المشهد السوري قبل سنتين ونرى المشهد اليوم فعلاً نتألم في داخلنا سوريا التي كانت البوصلة فعلاً البوصلة للعمل العربي سوريا التي كانت الصمام الأمان للقضية العربية المركزية سوريا التي كانت فعلاً البوابة المانعة في وجه الاعتداء الإسرائيلي في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأمة نجد اليوم سوريا مفككة لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ هل هذا من أجل الحرية والديمقراطية؟ هل هذه شعرات اليوم ما نشاهده اليوم في سوريا أخطر بكثير وأكبر بكثير من مسألة والله إصلاح ومسألة اليوم المستهدف هو سوريا المستهدف هو وحدة سوريا المستهدف هو المجتمع السوري الموحد المجتمع السوري الذي لم يكن يعرف الطائفية ولا التعصر ولا التطرر ما نشاهده اليوم يعني يدعونا ليس فقط للقوف يدعونا للقلق ويدعونا أن نقف أمام هذا البشهد المترد لأن عكاساته ستكون سلبية على دول الجوار وعلى شعوبنا وعلى أمتنا وعلى القضية ككل طيب من يمتلك صنع القرار في الجامعة العربية الدول العربية مجتمعة نبيل العربي أم قطر عندما يكون هناك قرار عربي يؤخذ في الجامعة العربية الكل يتحمل المسؤولية لا أستطيع أن أقول فلان أو فلان أو فلان اليوم هناك قرار صدر لم يكن هناك من اعتراض على هذا القرار لسبب أو لآخر ولكن كان هناك نأي بالنفس للبنان كان هناك اعتراض من قبل العراق كان هناك اعتراض من قبل جزايا ولكن لا أستطيع أن أقول يعني أريد أن أكون أمينا مع القانون الدولي ومع ميساق الجامعة العربية أن أقول أنه ما جرى من قرارات تصب في مصلحة سوريا أو تنسجم مع قرارات الجامعة العربية أو ميساق الجامعة العربية هذا شأن أخر ولكن أيضا التجربة ممكن أن تكرر حسب ما يتحدث به بعض الأعضاء في الجامعة العربية بمجلس الأمن وكانت هذه رغبة وأصبحت طلبا لا نعالج السيء بالأسوأ نحن لم نحقق شيئا حتى اللحظة كجامعة عربية لسوريا لا لأمنها لا لاستقرارها لا لوحدتها ولا لوحدة شعبها ولا وحدة طوائفها لم نكن نتحدث في سوريا عن طوائفها ولم نكن نتحدث عن البلد يعبر عن حالة وطنية على مستوى الأمة ككل سوريا مثل لبنان مثل العراق تحوي من القوميات تحوي من الطوائف من الأديان من التسامح الكثير الكثير ولكن اليوم عندما نسمع من شعارات التطرف عندما نسمع من صيحات التطرف نقول لبصلحة من نحن الآن نحن في قلق لأن العنف يجر العنف لأن التطرف يجر التطرف أمس كنا نسمع تصريحا لأحدهم يقول صراحة أنه لا ينظر إلى الدول ككيان كدول مستقلة أنه ينظر إلى منطقة ككل ويريد أن يكون تابعا لجهة متطرفة هل هذا يقدم المنطقة؟ هل هذا يقدم الشعوب العربية التي عاشت على التسامح التي عاشت على الألفة التي عاشت في العيش المشترك؟ أبدا خلينا نتحدث ككل عن كيف ينظر الغرب والآخرون إلى هذه المرحلة التي وصلت إلى مفترق طرق حسب العديد من متابع الشأن السوري هل هناك فعلا رغبة جادة بأن يكون هناك على طاولة حوار حل سياسي يجمع جميع السوريين؟ أم أن هذه الرغبة هذه النية لم تتبلور بعد؟ يعني ويوم نشوف الأمريكي يتحدث عن خط أحمر يوم يتحدث عن خط أخضر يوم يتحدث عن أسلحة كيميائية مزعومة يوم يقول أنه في حد استخدم أسلحة كيميائية ولكن لا ندري من هي الجهة ومن هو المسؤول وأين ومتى ما حقيقة الأمور؟ من خلال التعاطي مع المسؤولين الغابيين أجد أن هناك تحولا ما منذ بداية الأحداث في سوريا وحتى اليوم في بداية الأحداث كان هناك جنوح كبير أنه لتغيير النظام للإطاحة بالنظام وهناك من صرح وأدل بتصريحات من أن النظام انتهى خلال شهر خلال شهرين ولكن هذه المسألة مع الوقت أعادت النظر في تفكيرهم واليوم ما نسمعه يختلف بالكامل عما كنا نسمعه منذ عامين منذ عامين لم يكن يتحدثون عن الحوار السياسي عن الحل السياسي ظنّا أن كل شيء انتهى ولكن اليوم استنادا للواقع استنادا لما جرى منذ شهرين وحتى اليوم وأيضا من خلال النعرات التي تبث النعرات الطائفية من خلال النداءات من خلال الأفكار المتطرفة من خلال المبادئ التكفيرية هذه أثارت حفيزة وقلق ليس فقط مجتمعاتنا العربية وإنما الغرب بالذات لذلك اليوم نجد أن الخطاب السياسي يختلف عن ما كان عليه منذ سنتين اليوم يتحدثون عن حل سياسي طبعا هناك وجهة نظر مختلفة حتى داخل صفر الغربي هناك دول تريد أن تذهب بعيدا في تطرفها وهناك دول لا ترى أن الحل السياسي يبقى هو الحل الأسلام وأن الحوار هو الذي يستطيع أن يخرج سوريا من الأسلام ما الذي يمكن أن نفهمه عندما يقال أن جون كاري من خلال تقرير رفعه إلى الرئيس أوباما يتحدث به عن أن لا تكرر الأخطاء عندما كان هناك قتال للسوفيت في أفغانستان وفي تلك المنطقة أيضا برز التطرف وبرز الإرهاب وكان هناك أيمن الظواهر وأسامة بلادن وغيرهم لم يستطيعوا لجمهم فيما بعد الآن عندما يتحدثون عن العراق قال جون كاري في تقرير أنه بني على كذب وتحدث دونالد برامسفيلد عن الكذبة الكبيرة التي وقع بها الأمريكيون هل ممكن أن يتغير السيناريو أو يتعلم الأمريكيون من التجارب السابقة حسب كاري؟ اليوم التاريخ يعيد نفسه اليوم المأزق اليوم البيانات والتحدة مرد تعاطت مع أفغانستان وتعاطت مع الحرب في العراق ليست كل الحسابات التي تحسب تنفذ على الأرض في أفغانستان منذ عام 2001 لغاية اليوم 12 سنة 12 سنة هل التدخل الغربي في أفغانستان استطاع أن يوفر لحق الأهداف التي أرادها أستطيع أن نقول لا لأن خروج التحالف الغربي اليوم من أفغانستان سيعيد الأحداث وستؤجج الأحداث من جديد التطرف لم يمنع ولم يقف عند حدود أفغانستان انتشر إلى فاكستان انتشر إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى مالي إلى الجزائر طيب اليوم أفريقيا ليست بعيدة عن أوروبا وقلت ذلك لأحد المزراء القارجية الأوروبية قلت أفريقيا ليست بعيدة عن أوروبا إذا كنتم لا تستطيعون أن تمنعوا الهجرة الشرعية العادية مئة في المئة كيف تستطيعون أن تمنعوا الهجرة المسلحة المنظمة المدربة المخطط لها يعني اليوم نتحدث عن العرب الأفغان أو الأفغان العرب وكرا نتحدث عن الأوروبيين السوريين أوروبا تعترف اليوم أن هناك جماعات مسلحة أتت من أوروبا إلى سوريا ويشاركون في الحرب الداياس طيب عند انتهاء لأوضاع هؤلاء الآن الأوروبيون يتخوفون من عودة هؤلاء إلى بلدانهم فيما بعد لذلك أن المسألة مسألة الأمن ليست مسألة ترتبط بسوريا لوحدها أو ترتبط بشعب سوريا لوحدها مسألة الأمن ترتبط بالمنطقة ترتبط بالعالم كلها وعلينا مواجهة هذه المسألة بروح شفافة بإيجابية بعدم الإنجراف مع فريق ضد فريق للعمل على فقط هدف واحد لإطاحها بالنظام هذا يعني أن المنطقة كلها ستتغير للأسوأ ستتغير نحو البوضة ستتغير نحو المواجهة ولكن الإسرائيليين ومن بعدهم الأمريكيون أيضا يتحدثون عن أنه يجب استغلال هذه اللحظة التي سموها تاريخية تمر بها سوريا للانقضاد على منظومات الدفاع الصاروخية للانقضاد على هذه القدرات الجوية تحديدا الموجودة عن سوريا خلينا بآخر تطور يقولون أنه في تخوف أيضا أن تصل هذه الصواريخ مرة أخرى إلى حزب الله يعني لازم حل سريع برأيهم لا ننتظر من الإسرائيليين إلا العدوان لا أحد يتصور نفسه أنه ينتظر من الإسرائيليين أي عمل إيجابي دولة عدوة مهددة للأمن والاستقرار للمنطقة ونحن نتعاطى مع هذا الأمر بشكل واضح إسرائيل دولة عدوة لن ترضى باستقرار لدولة من دول المنطقة حتى وإن أقامت معها علاقات يعني نحن نرى شبكات التجسس الإسرائيلية داخل مصر عمليات التهريب المخدرات للداخل المصر إسرائيل ضالعة في عمليات لتقويد الاستقرار في الداخل المصر يعني إسرائيل لا ننتظر منها الشيء الإيجابي بطلخة لكن لديها مرتكزاتها بمعنى أنه ممكن أن تؤخر أي حل حسب الأمريكيين أيضا بهذا الموضوع إسرائيل تمارس نفوزها لدى الجهات الداعمة لها إسرائيل لا تريد الاستقرار لسوريا لنسمع ماذا قال منذ حوالي سواءين وزير الدفاع الإسرائيلي موشي عالو قال أن ما يحدث في سوريا يريح أمن إسرائيل لمدة عشرين سنة هذا الكلام واضح أي خلل في الدولة عربية أو أي تفسغ في داخل كل دولة عربية هو ضمانة لإسرائيل نحن نطي ضمانة لإسرائيل ما يجري في سوريا اليوم يخدم إسرائيل ولا يخدم قبل سنتين ماذا كانت تشكل سوريا من سور الإسرائيل قبل سنتين سوريا درع الحصين ولكن عندما تجد إسرائيل اليوم سوريا تنزف هذا النزف يصد في مصحة إسرائيل بالتالي هل نحن في دوامة لن يخرج منها السوريون قريبا أم أن وجود مبعوث الرئيس الروس الخاص بوكدانوف في لبنان حمل معه ربما بعض من ما ينتظره السوريون أيضا من مبشرات على الأقل لدينا وليد جملات لدينا ما تحدث به إلى سيد حسن نصر الله البعض يتحدث عن أنه ضمن للبنان استثمارات أو هو ضمن استثمارات روسية بالنفط والغاز ما حقيقة تلك التسريبات؟ سأقول وجود بوكدانوف في لبنان هو ليؤكد موقف روسيا الذي لم تحد عنه ونحن على التواصل مع الديفلوماسية الروسية عبر سفيرها في بيروت روسيا موقفها واضح منذ اللحظة الأولى وهو عدم التدخل في الشأن السوري وترك القرار لسوريا سوريا هي التي تقرر قرارها بنفسها دون تدخل العسكري دون التدخل من دول أخرى في العالم في شأن الداخل سوريا هذا موقف روسيا واضح ولكن اليوم نستطيع أن نقول أن المسألة الوضع في سوريا لا ينحسر في إطار الحدود السورية لنكون واضحين اليوم المسألة مسألة دولية أصحى هناك تجازبات هناك طبعا الاتحاد الأوروبي هناك الولايات المتحدة هناك روسيا هناك الصين هناك إيران هناك بعض الدول العربية إذن علينا اليوم كدول الفاعلة في العالم أن تساعد سوريا على حل مشترك على توافق ما بين المعارضة في الداخل المعارضة الوطنية في الداخل والنظام ولا يمكن اختزال فريق على فريق روسيا مع هذا الحل إيجاد الحل بين الأفريقاء الداخل إيران كذلك في قوة يعني لما إيران وروسيا بيقولوا أنه نحن مع أن يكون هناك قوة تتحدث وتتحاور من هي هذه القوة قبل قليل عندما تحدثت عن أعطاء المقعد للإئتلاف في كثير من المجالس العسكرية لا يعترفون بالإئتلاف في كثير من المعارضين في الخارج ونشكلوا هيئات خاصة حتى معارضي الداخل لا يعترفون أساسا بالإئتلاف جبهة الشعبية الهيئة وغيره بالتالي كيف ممكن؟ صحيح هنا المأزل هنا المأزل اليوم عندما نتحاور نتحاور مع فريق الدولة ممثلة بالنظام هذا فريق المعارضة يجب أيضا أن تتمثل بفريق واحد لا يمكن التعاطي في أي بلد من بلدان العالم عندما يكون هناك نزاع في الداخل ويكون هناك فرق وأطراف وحركات ومنظمة لا تستطيعين أن تجد حوارا مع الجميع بدون استثناء أبدا علينا أن يكون هناك صوت معبر عن المجموعة المعارضة كيف يوجد هذا الصوت؟ هذه ليست مسؤولية النظام وهذه ليست مسؤولية روسيا هذه مسؤولية من يدعمها هؤلاء الأفريقاء على الساعة هم إذن الحوار يتم بين في البداية قالت المعارضة نحن نرفض المحاورة مع ميزان إذن كيف نتحدث عن حوار؟ وكيف نتحدث عن الحل السياسي؟ الحل السياسي يتم بين أفريقاء والحل يتم عبر الحوار الحوار لا يكون مع الزال لا يكون فريق مع نفسه الحوار يتم بين طرفين أو أكثر معنا للوزير خلينا نفرض أن هناك من مثل أو استطاعت أمريكا أو حتى حلفاء المعارضة السورية إيجاد أحدا يكون مع الدولة السورية أو حتى مع الوفد الذي يشكل من رئيس الحكومة وثلاثة وزراء بالتالي هل هؤلاء بيمونوا على من يعملون في الأرض ويقاتلون في الأرض السورية؟ أن الموضوع متشعب أكثر من ذلك بكثير أتصور اليوم على الساحة السورية المسألة واضحة عندما يكون هناك دول في العلن تجوح وفي العلن تصرح أنها تدعم فريق المال وتقدم السلاح وتقدم المال أتصور أن هذه الدولة أو أكثر من دولة تستطيع أن تمارس ضغطها وتقود هذا الفريق للحوار السياسي ولكن إذا كانت هذه الدول لا تريد الحل السياسي وتستمر في تزويد بالسلاح والمال في طبيعة الحال الأزمان ستطول طيب يعني الدولة السورية تتحدث عن أن الموضوع متعلق بالخارجين متعلق بالأجانب يعني ممكن أن يكون هناك حوار مع مسلحي الداخل في سوريا ولكن المنأة في الخارج أيضا كثر من الملاحظ حوالي شهر إلى الآن في تصعيد بسقف الخطاب السياسي والمذهبي في محاولات لاستفارة المشاعر أيضا بهذا الموضوع من الاعتداء على أضرحة إلى استفارة شعور معين التركيز على أن يكون هناك مرة أخرى من جديد فتنة سنية شيعية يسعى لها كثير من الآخرون وهذا الموضوع ليس بجديد وإنما اليوم عم نشوف أنه كثير عم يستثار هذا الموضوع إلى أين ممكن أن يصل إلى أي مدى ممكن أن يصل اليوم على ساحة الصراع فيه تيارات مختلفة تيارات متناقضة تيارات متعارضة لا تصب كلها في هدف واحد هناك فعلا حركات وطنية هناك معارضة وطنية تريد أن تصل إلى الشيء الذي يوفر الأمن والأمان للبلد ولكن أيضا فيه جماعات متطرفة جماعات لا تريد أن تنهي سوريا وتخرجها من الأسنة هناك من يرتبط بالخارج وهناك من ينفذ أجندة معينة من أجل استمرار الوضع إلى ما لا نهاية ولكن لا نستطيع أن نقول أن جميع هؤلاء هم في خط واحد لا لذلك نحن عندما نتحدث ونقول أنه لا بد من حل سياسي طبعا الحل السياسي يجب أن يتوفر لأصحاب النوايا الحسنة الحل السياسي لا يأتي بين أفريقاء متناقضين بين أفريقاء لا يريدون الحل ولا لماذا الحل هناك عندما صدرت تصريحات للزهاب للحل هناك فورا من اعترض على زهاب للحوار وهناك من اعترض على محاورة النظام طيب ماذا يريد هذا الفريق أو أكثر من فريق إذا كنت أنا في خلاف مع شخص أو خلاف مع نظام وأريد أن أصل لحل وأريد أن أصل إلى نتيجة هل أقول لا أرفض الحوار طيب هذا يعني أني أريد أن أستمر بالأسفل طيب وسوريا لا تحتمل باستمرار الأسفل سوريا أم المنطقة كلها يعني كان في محاولات فيما يتعلق بهذه الفتنة استثارة مشاعر معينة أيضا يقولون بأن لبنان لن يكون بعيد سوريا لن تكون بعيدة العراق الآن ما يجري في العراق اليوم من محاولات حتى إعادة السيناريو لن يكون بعيد وإيران حتى إلى أي مدى أو ما هو حده هل ممكن أن يمضي هذا المشروع اليوم تأجيج الفتنة لاحظنا بعد 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق تأجيج الفتنة الطائفية في العراق سارت بشكل كبير قسمت الشعب خلقت الفتنة فعلا وأحدثت الأهوال القتل الدمار الغراب تحت شعارات متطرفة سوريا دخلت في هذا النفق لم نكن نسمع قبل سنتين بحركات التكفيرية لم نكن نسمع بالأفكار المتطرفة في سوريا اليوم نسمعه حتى في لبنان حتى في لبنان هناك من يريد أن يؤجج نار الفتنة داخل المجتمع اللبناني الواحد يعني في لبنان هناك ثمانية عشر طائفة تعيش في عيش واحد منذ مئات السنين لا يجوز اليوم بس نعرات الطائفية لا يجوز اليوم بس النعرات المذهبية لا يجوز اليوم تكفير فئة لفئة أخرى هذا لا يخدم السلام هذا لا يخدم الأمن لا يخدم وحدة البلد نحن نخاف اليوم على وحدة بلداننا في الخمسينات والستينات كلنا عشنا المرحلة العربية كانت الشعوب العربية تتطلع إلى تكامل الاقتصاد العربي إلى التكامل السياسي العربي كانت تتطلع إلى الوحدة العربية اليوم الخطورة في مكان أننا لم الشعوب العربية لم تتطلع اليوم إلى الوحدة العربية ما يعنيها الآن هو كيفية الحفاظ على وحدة بلدها الخوف اليوم على تقسيم بلدان المنطقة العربية وهذا ما تسعى إليه إسرائيل وهذا ما تعمل له إسرائيل نحن نريد أن نحافظ على سوريا كسوريا ولبنان كلبنان والعراق كالعراق نحن لا نريد لبنان مجزة ولا نريد سوريا مجزة ولا نريد العراق مجزة ولا أي بلد عربي آخر مجزة ولكن المشهد العربي اليوم مشهد مخيف مقلق إلى أي سياسة هذا يعتمد على وعي الشعوب العربية بالدرجة الأولى على وعي شعوب المؤامرات الخارجية لا تتوقف ونحن في عالم نعيش دائما في وجه المؤامرات المؤامرات مستمرة إسرائيل دولة عدوة تمارس بشكل أو بآخر كل سياساتها التدميرية في وجه دول العالم العربي ولكن شعوبنا العربية يجب أن تكون واعية تعي حقيقة ما يجري يعني اليوم ما يجري في الداخل السوري على الشعب السوري أن يسأل نفسه أين كان قبل سنتين وأين أصبح اليوم هل هو راضي عن ما يشاده اليوم من دمار وقرب ولمصلحة من؟ لمصلحة من؟ عندما اليوم يتحدثون عن تفكك سوريا ويتحدثون عن الزرع الطائفية والفتن المذهبية داخل سوريا هل هذه هي سوريا الحقيقية التي نعرفها؟ أبداً طيب العراق نفس المشهد نراه اليوم في العراق في الداخل العراقي هل هذه هي صورة العراق الحقيقية؟ ما نريده اليوم فعلاً وقفة شعب أن يقف وقفة واحدة لتجنب مخاطر ما يحيكه الغير الدول الدول التي ربما ينظر إليها أنها دول في الخارج تريد أن تدعم الحل الحل لا يأتي من الخارج الحل يأتي من الداخل الحل يأتي من الداخل لأن الدول التي قسمت المنطقة لن تعمل على إعادة وحدة ولكن في أدوات ممنهجة وعلمية وذكية بالتعاطي مع العقل العربي وهنا أتحدث قليلاً عن الحكومة اللبنانية قبل أن أختم العتيدة القادمة إنجاز التعبير الآن هل هو الموضوع مرتبط بحل الأزمة السورية؟ هل الموضوع مرتبط بعدم وجود ثلث معطل ضامن لفريق 8 أذار؟ هل الموضوع مرتبط بالملف السوري كلياً؟ أم بدولة عربية أخرى يكون لها أيضاً قاسم مشترك بهذا الموضوع؟ بأي شكل من الأشكال سوف تظهر هذه الحكومة؟ هل الأزمة الحكومية ليست هي الأزمة الأولى للبنان ولن تكون الأخيرة؟ لا أتصور منذ 2005 عند تأليف أول حكومة بقينا عدة أشهر والحكومة الثانية أيضاً والحكومة الحالية مضى ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل من أجل تأليف الحكومة اليوم الحكومة الجديدة أو تشكيل الحكومة الجديدة أمامها قانون الانتخابات وهناك ربط على ما يبدو ما بين قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة إيجاد قانون جديد للانتخابات هو جزء من حل لتشكيل الحكومة اللبنانية يعني إلى أي حد مرتبطة بالحل في سوريا أو بالأثمة في سوريا؟ لا بالنسبة لا لا ليس لها هناك من يدعي أن هناك من يعمل على تأخير تشكيل الحكومة من سبب الأوضاع في سوريا لا أتصور أن ذلك مرتبط بالوضع في سوريا ولكن نحن بمجرد ما أن نتبنى قانون جديد الانتخابات وأيضا ستشكى الحكومة ستجري الانتخابات النيابية بسؤال أخير متعلق بما تشهده المنطقة أيضا ككل إذا كان لبنان أو سوريا أو العراق أو حتى التدعيات السياسية الدولية إلى هذا الموضوع هل تعتقد أنه ممكن أن يكون هناك حل ولو بشكل تدريجي للأزمة في سوريا استنادا إلى ما يجري في الميدان استنادا إلى ما يجري في الأروقة السياسية والترابط بينهما أتصور أنه الميدان هو الذي يحسب المسأل سيساعد جدا على إيجاد مناخ دولي من أجل الإسراء في الحال السياسي غير موجود هذا المناخ حاليا؟ هذا المناخ يتوفر يعني المعطيات على الأرض في سوريا تساعد أطراف كثيرة في العالم من أجل الإسراء أو لعمل شيء ما من أجل إيجاد حل سياسي اليوم المشهد الذي نرى داخل سوريا النظام قوي وهذه باعتراف وبشاهدة دول خارجية فاعلة ومؤثرة ويعترفون ويقولون أن ما ظنوه قبل سنتين أن النظام انتهى وصور لهم أنه لا يمثل شيئا على الأرض اليوم بعد سنتين ويعترفون فعلا أن سوريا ليست كبعد الدول العربية التي جرت فيها أحداث وهي تختلف عما جرى فيها أنا أشكرك جزيلا أشكر أولا لا استقبالك هنا في مزلك لنا وثانيا لوجودك معنا عبر تلفزيون السماء شكرا جزيلا أهلا وسألني كل ما نتمنى هو عودة الاستقرار وفي أقرى فرصة لسوريا لأن سوريا تمثل ليس للبنان فقط وإنما تمثل لأمتها الشيء الكثير الكثير يعني عانى الله سوريا على أمورها ونتمنى أن الألفة تزرع من جديد والشعب السوري الشقيق يستعيد عافيتها ويعي حقيقة ما جرى على الساحة السورية وما يدبر له من مخططات ومن مؤامرات تهدف إلى زعزعة استقراره وأمنه وبالتالي زعزعة أمن واستقرار المنطقة لأننا جزء من كل ولا نستطيع أن نصل بعدنا عن بعض أنا أشكرك برة أخرى سيد عدنان منصور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان شكرا جزيلا أسمح لي أيضا أن أشكر مشاهدين الكرام وأشكر المصورين هنا في فريق العمل في بيروت خلف الكاميرات كما أشكركم مشاهدين الكرام على أمل أن نلتقي بكم غدا في تحليل سياسي آخر السلام عليكم